أول إشي بدنا تنين كوب حمص منقوع ومسلوق واحد حبة فلفل حلو أحمر ربع كوب طحينة تنين حبة توم عصير ليمون كمون وملح وبدنا شوي من مية سلق الحمص بدنا نص كوب ريحان أو إذا بدكم شوي أقل يعني فلفل أحمر ببودرة للتزيين وزيت زيتون طيب هلأ عشان نكون صريحين وعشان الأمانة أنا استخدمت الحمص لمعلب يعني هو أنا كاتبة مسلوق لأنه أسكب المسلوق بس استخدمت المعلب وهي المي اللي بتكون بالمعلب خليت شوي منها لأنه بدنا إياها بالحمص هدول علبتين تمام أسهل وصفة في الدنيا بس أهم إشي بدنا نعمله هو إنه الفلفل الحلو اللي عنا أسمته بالنص وقلبته على هذه الشقة ونضيف له شوية زيت زيتون ومنشوي بالفرن فأيش بصير بعد 35 دقيقة بصير عنده أشرة سودة كيف رمنا بنعمل بتنجان بتحط عليه بس أي شيء تغطوه حتى يعرق وصير سهل إنه نقشره بيطلع عنا بهذا الشكل لأنه هذا رح يعطي نكهل الحمص غير شكل هلأ أنا عم بضيف زي كأنه منسوي المتبل زي ما أيوا بالضبط هلأ هون حطينا الملح تمام وهي التوم شوية فلفل أحمر حار لأنه برضو زاكي معه ومع الفلفل تمام عنا لطحينة يا سمير وهي الأساس أكيد رح أضيف عصير الليمون برضو نحط كمية جيدة شوية زيت زيتون أضيف و أضيف الفلفل مع برضو الزيت يعني هذا الزيت تبعه اللي عم بنزل منه بديا بيعطي كل النكهة تمام ماشي و نخلط يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للخبز كل اللي عملته أنه بجيبت خبز عربي عادي أسمته لمثلثات ودهنته بزيت زيتون وعليه عشاب شوية أعشاب وعليه بابريكا حتى يعطينا هذا اللون عشان نقدمه مع الحموس اشتركوا في القناة